80% من السكان المدنيين في اليمن بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية ذاك تصريح لمنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي وفي موقف آخر للأمم المتحدة بشأن اليمن بعث الأمين العام أنطونيا جوتيريش برسالة إلى رئيس الجمعية العامة مضمونها أن 11 دولة من بينها اليمن فقدت حق التصويت بسبب تأخرها عن سداد اشتراكاتها للمنظمة الأممية بموجب أحكام المادة التاسعة عشرة من الميثاق الأممي تدرك الأمم المتحدة الوضع في اليمن لكنها رغم ذلك تأبى التنازل عن حقها عليه ولو كان معظم سكانه مهددين بالموت مرضا وجوعا منذ العام 2011 انتقلت اليمن إلى وضع الوصاية الدولية من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة التي فشل مبعوثها الثلاثة حتى الآن في إيجاد حل يخرج اليمن من مستنقع الحرب المدمرة وذاك فشل لا تلقي له الهيئة الدولية الأرفع بالا على اعتبار أن دورها محصور بالوساطة حسب بيان سابقا لها صحة توصيف الدور الأممي بالفشل من عدمه يضاف له اتهامات بالمتاجرة والتربح من وراء الوضع على اعتبار أن كل المساعدات والتعهدات الدولية لليمن تمر من خلالها وعبر قنواتها العاملة في البلد أشاهد من وراء هذا كله أن المنظمة ذاتها أضحت أكثر من أي وقت مضى في مرمى الانتقاد الدول المتصاعد وطيرته خلال السنوات الماضية والذي يرى فيها حالة استجابة للقوى الدولية الكبرى وما تقرره بشأن الدول المثقل كاهلها بالحروب والأزمات مثل اليمن ترجمة نانسي قنقر